بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر يوم والشفع والبطر والليل إذا يصر هل في ذلك قسم لذي هجوع ألم تر كيف فعل ربك بعاد عرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا السخر بالوال وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكسروا فيها الفثان فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأقرمه ونعمه فيقول ربي أقرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما فتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلبت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتها ما العقبة وما أدراك ما العقبة فق رقبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتباصوا بالصبر وتباصوا بالمرحمة أولئك أصحاب البيمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس ورحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلها من ذكاها وقد خاب من دساها كذب السمود بتغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله بسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر بالنسى إن سعيكم نشتا فأما من أعقاب التقى وصدق بالفسنا فسنيسره للصعى فأما من بقل بسغنا وكذب بالفسنا فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة بالأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى أبده ربه الأعلى ولسوف يرضى والوحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدا ووجدك عائلا فأغلا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر يصرا إن مع العسر يصرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فروب والدين والزيتون وتورثينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بربك الأقرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليقغى أرآه السغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسعا من ناصية ناصية كاظبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه وسيد واقتربه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فلزل الملائكة واروأ فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفاجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كطب قيبة وما تفرك الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيبة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جذاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربا إذا هلدلت الأرض ذلدالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس واشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مسقال ذرة شر يرى والعاديات غبها فالموريات قدها فالمغيرات سبحا فاثرن به نطعا فاثرن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في الكبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعين المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر هداغركم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خطر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتباصوا بالحق وتباصوا بالصبر ويل لكل همذة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله وأخلده كلا ليمذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ما الله المنقذة التي تطلع على الباخدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تغميل فأرسل عليهم طيرا أبابي لتغميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصر مأكل إلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فبين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ثبت يدا أبي لهب وتب ما أغلى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحقبا في جيدها حبل ممثدا كن هو الله أحدا الله الطمدا لم يرد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحدا كن أعوذ برب الفلق من شر ما خلقا ومن شر غاسق إذا وقبل ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم كن أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوثبس في صدور الناس من الجنة والناس ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقينون الصلاة ومما رزقناهم ينسكون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْذِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْذِلَ مِنْ قَبْلِهِ قَبِلْ آخِرَةِ هُمْ يُغْفِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْلِحُونَ الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر